والعقاب يعني الناس تسأل بصراحة يقول لك إذا راجع عمل الاتحاد خلال العقد الأخير وإخراج حسين سعيد إخراج أحمد راض نعيم صدام أخرج وآخرهم شرار حيدر يعني فقط نجوم الكرة داخل الاتحاد ما يبقون دورة واحدة ويطلع حسب مؤامرة بغير طريقة عن طريق الهيئة العامة ما ملاحظ هذا الشي غريب يعني هذا الموضوع أنا ما رجل أتحدث به لأنه أنا سبق أن كنت عضو الاتحاد يمكن الناس تعرف شين اللي اشتغلنا على قد إمكانياتنا لماذا ما يبقى ناردسيك لماذا ما يستمر لاعب الدولي السابق بالاتحاد لأنه ما راح يجامل ما يجامل على مصلحة كرة القدم العراقية عنده أسس وثوابت ما شعليها تربى عليها ما شعليها من كان لاعب وصل نجم ما شعلي هذا الأساس حتى وصل هاي النجومية زين أنا ما راح أتحدث عن نعيم صدام تحدث لي عن شرار وخروج أخيرا يعني شرار الرجل أنا عملت معا فترة طويلة شرار من الناس اللي عنده كل إنسان عنده أخطاء بس الأمور اللي يشوفها خطأ ما يسكت عليها ما يسكت هاي بخلال عمل فترة عمل اللي أنا كان معاه إنه دائما هو باتجاه اللي ممكن بالمصلحة العامة وكثير من مواقف هاي اللي حسب تصورك حد الخطأ اللي صار وشرار ما قبل عليه بمسألة نزول فريق الكرخ كان أحد يعني أكثر الناس هو إنه فريق الكرخ لازم ينزل رغم هو كان رئيس النادي زين وأصر إحنا أصر لنك التحار في وقته حسب تصورك شنو الخطأ اللي صار أنا ما ريد أسمي تسميات كابتن شرار اسم وتاريخه أكيد أكون عندك معلومات وأنت لحد الآن قريب قدم رسالة كبيرة جداً للوسط الرياضي وكل المسؤولين زين إنه تحلى بالشجاعة الكبيرة إنه قدر يقدم استقالته وأعتقد هذه الثقافة غير موجودة ما موجودة أسس إلى موضوع إنه الثقافة الاستقالة ممكن تكون سهلة وكثير من الإخوان بالاتحاد هذا موضوع لا يمكن أن يخطر على بالهم مسألة الاستقالة دعنا نكون واضحين جداً ممكن بعد هذه الأحداث علي الأسد يقدم استقالة أبداً ولا ممكن أحد يفكر